اشتركوا في القناة في منطقة خليج البحرين منوها بالدور الذي تطلع به المؤسسات التعليمية والتدريبية بقطاع الخدمات المالية الداعمة لأولويات خطة التعافي الاقتصادي ومنها معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية وما يربطه بالمعاهد الدولية المتخصصة من علاقات وشراكات فاعلة بهذا المجال وبالأخص شراكته مع معهد لندن للدراسات المصرفية والمالية الذي تم التوقع معه على ثلاث اتفاقيات بما يسهم في تطوير رأس المال البشري على المستويين المحلي والعالمي ثم تابع المجلس الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية واستجابتها للتعامل مع تجمعات المياه بسبب أمطار الخير التي هطلت على المملكة مؤخرا وكلف المجلس وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني باستمرار متابعة الأماكن التي شهدت تجمع مياه الأمطار في الأحياء السكنية والطرق ووضع الحلول المناسبة لها بعد ذلك أكد المجلس على المتابعة المستمرة لتطورات فيروس كورونا كوفيد-19 وتحوراته على المستوى العالمي واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما تتطلبه المرحلة مجدداً المجلس التأكيد على أهمية الإقبال على التطعيم والجرعات المنشطة منه لدورها في تعزيز مناعة الجسم وضرورة الاستمرار بذات العزم في الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع واطلع المجلس في هذا الصدد على تقرير عكست المؤشرات المؤشرات التي تضمنتها الجهود الوطنية في التعامل مع الفيروس ومسارات الحملة الوطنية للتطعيم والتي أظهرت وصول نسبة الحاصلين على الجرعتين الأولى والثانية من التطعيم المضاد لفيروس كورونا إلى 95% من إجمال المؤهلين لأخذها ووصول نسبة الحاصلين على الجرعة المنشطة إلى 83% من إجمالي المؤهلين لأخذها والذي انعكس على انخفاض أعداد الحالات القائمة بالمستشفيات وفي العناية المركزة ثم قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة معالي وزير الداخلية وعضوية الجهات بات العلاقة تقوم بمراجعة وتطوير إجراءات وأنظمة استيراد المطبوعات والمنشورات من قبل الجهات الحكومية بعدها نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يليه أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع مرسوم بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون النظام الموحد المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يهدف لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية الموجهة للمملكة من غير الدول الأعضاء بدول المجلس مذكرة اللجنة الوزرية لشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن انضمام الجهات الحكومية إلى المنظمات العالمية المعنية بالتغير المناخي بما يدعم جهود مملكة البحرين للحياد الكربوني 2060 وتعزيز إسهامها الدولي في ابتكار الحلول لتقليل الانبعاثات الكربونية والاستثمار في الطاقة النظيفة وكفاءة استخدامها مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على ثلاث اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب ثم استعرض المجلس الموضوع التالي مذكرة معالي وزير العدل وشؤون الإسلامية والأوقاف حول التحول الإلكتروني في الخدمات التي تقدمها الوزارة وتشجيع الاستخدام الرقمي بما يسهم في تقديم بعض الخدمات على مدار الساعة دون الحاجة للحضور الشخصي بعدها أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزرية لأصحاب السعادة الوزراء بشأن زيارة جمهورية الصين الشعبية والمشاركة في قمة مستقبل المعادن والمشاركة في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر